يا هلا والله أنا من دولة عربية من الزوجة ولي 6 سنوات بالضبط فبقول لكم قصة من البداية حنا كان عندنا جيران وحدة وزوجها ما عندهم أطفال لهم 5 سنوات تقريبا ومجاهم أطفال تعرفنا عليهم ودخلت مع البنت مرة مرة صرنا كلوز من بعض وقتها كان عمري 17 سنة تقريبا كنت دايما يعني أجيها وأساعدها وكأنه بيت أختي وأخذ راحتي في اللبس والبناطيل المهم مرة من المرات أنا كنت سهرانة عندها ليلة الساعة 11 تقريبا فوقتها قالت لي إن زوجها مو جاي غير بعد الساعة واحدة في الليل فقد راحتي يعني بالجلسة وأسولف المهم دخلتين مطبخ تجيب أشياء يعني خفايف كده عشان أكلها فأنا بالصالة شوي دخل زوجها أول مرة بحياتي أشوفها إنه كده وجه الوجه ومرة ما شاء الله تبارك الله وسيم وسيم وكشخة وعكسها هي تماما وأنا مو متحم فيني لكن الحق ينقال يعني أنا جدا جميلة فوقف الرجال كده عند الباب متصنم وعيون مفتحة وأنا نفس الحكاية والله ما تحرك لين حسوا يعني صوت زوجته جاية فبسرعة طلع من يعني بعدها ركض فسبحان الله بعد الموضوع هذا بأسبوع لقيت اتصال على جوالي من رقم غريب فردت قال لي مرحبا أنا فلان اللي هو يعني زوج جارتي قال لي اسماعيل هتقفلين أنا بأكلمك أبأكلمك في موضوع مرة مهم فقلت له نعم يعني أنه ليه خير ليه دق عليش تبغى قال أنا بزوجك على سنة الله ورسوله قلت أبدا والله أنا ما أخون صديقتي أبدا إنس الموضوع وعلى طول سكرت بوجه رحت بلقته من الاتصال وبلقته من الواتس وكل شيء فبعدها بكم يوم جاتي نهي للبيت وقالت لي اسمعي فلانا ترى أنا بأخطبك لزوجي عدنا مفجعت قلت أنت من جدك قلت إيه قلت أنا لا مستحيل يعني قالت لا والله أنا أباك توافقين أنت يا فلانا أقرب وحدة لي أنا أبغاك أنا ما فيني أجيب عيالهو كذا كذا متزوج وأنا ما أبغى يجيب يعني وحدة على راسي أنا ما أعرفها فألحت علي ألحت كذا قلت لا طيب خلاص كلموا أهلي أنا موافقة مدام أن أنت موافقة خلاص أنا موافقة فالمهم تم الزواج وكل شيء الحمد لله كم مرة طاير فيني بعدها بكم شهر قلبت علي طبينتي صارت يعني من الغيرة تقول عني كلام ما ينقال تطلع عني إشاعات وكل شيء فيني سيء تقوله وصارت تلسق فيني تهم وكذا وأنا صراحة ما أنا قليلة شر فوريتها الشغل من جد قلت لها خلاص أوكي أنت اللي بديتي بتشر وتحمري اللي يجيك فعلا سكننا يعني بشقك كذا مقابلي للبعض فبعدها بسنة ونص أنا حملت خلاص يعني صرت أقوله طلقها طلقها خلاص خلينا نعيش بالسلام لأنه كانت حياتنا كلها مشاكل مشاكل من وراء غيرتها ويوم حملت بزيادة مرة صارت أوفر فكان رافض كان يقول لي لا ما تهون علي العشرة قلت له طيب أنا وريك المهم هو كان يعني يجيها ولد أخوها بين فترة والثانية وزوجي مرة يكره ويكره حتى أنها تجلس معاه فآخر مرة يعني كان حالف عليها أنه لو جاء خلاص حيكون آخر شي بينهم لأنه شاف يعني أنه مرة أوفر جياته لها أنا بصراحة ما أدري يعني إيش شايف عليهم هم الأثنين عشان كذا ما يطيقه ولا يعني يبغي يشوفه ولا حتى يبغاها تحتك فيه فالمهم يوم من الأيام وأنا كذا أطالع من العدسة السحرية في الباب العين حقة الباب وأشوفه قلت يلا بس هذه فرصتي كبنت عشان أفتك منهم الأثنين المهم ودقيت على زوجي وأقول يا حبيبي قبل شوي وأنا بطلع زبالة بره البيت لقيت رجال كذا ومتكشخ ومتزين دخل شقتك الثانية عاد نجنه منه تعرفينه كذا قلت لا والله بس يعني كذا مرة شفت يجي وأنت منت فيه فالمهم هو على طول بسرعة جاء ودخل عليهم وأسمع صوت الصراخ والضرب وكنت أشوف من العين السحرية فكنت أشوفه كذا وساحبها مع شاعرها يقول لها يلا روحي معاها نقلعي الله لا يحفظك لأنتي وله وإنتي طالق طلقها فوقتها حسيت أنا بانتصار الحمد لله أن ربي فكني منها ومن مشاكلها ومن غثاها هي ما تدري أني أنا اللي معلمته مرت علي السنين والأيام وأنا مع زوجي وخلفت منه اثنين عيال والثالث ولدت فيه وكان وقتها في دولة خليجية ما هو معانا كان يشتغل فلما رحت أفحص عند الدكتورة كانت تقولي أنه راس ولدك صغير أحسمان أنه ينولد وهو معاق فأنا خلاص ما تقبلت الفكرة اتفكت وقتها مع خالتي خالتي كانت داية وكانت تعرف مرة تولد فقلت لها الموضوع وأنه لو ولدت وكذا حيجيني معاق يا خالة وأنا ما أبغاه ففعلا ولدتني وطلع راسه زي ما قالت لنا الدكتورة أنه راسه صغير وكذا وعرفت أنه وقتها من المعاقين وأنا ما قدرت أتحمله أبدا فاتفكت مع واحد من أخواني وحطه عند مسجد بعيد عن الحارة حقتنا لأنه أنا ما أبغاه وقلت لأمي وأخواتي فعلى طول قالوا لي أنه هذا ذنب زوجته الأولى مع أنه ما سويت لها شي يعني خلاص ولد المعاق تخلصت منه ما أقدر يعني ما عندي قدرة أني أربي واحد معاق ولا أتخيل حتى أنه يكون عندي ولد معاق فقلت لأبوي أنه ولدك توفى مجرد ما ولدت فيه وحلفت الكل أنه يقول لزوجي أنه زوجتك ولدت بالبيت وما لحقنا نوديها المستشفى ولا شيء ولا في ما أكلمني وتفهم الوضع قال خلاص خلي أخوك يتصرف بكل شيء ويدفن ويقوم بالمهمة عني فانتشر عند الناس كلهم أن ولدي مجرد ما ولدته توفى أنا الآن ندمانة ندم يعني قد شعر راسي فما أعرف كيف يعني أقدر أرجع ولدي ما أعرف يعني حتى ما أعرف فيه أي علامة وأي شي يعني لسه ما شبعت منه وما شفته كثير ودي أني أروح وأتسامح من زوجتها ودي أني أرجع ولدي لكن ما أعرف كيف فعلا ندمانة فوق ما تتخيلون نفسي أصلح غلطتي بس ما أعرف كيف ترجمة نانسي قنقر